اه، انتهت المشاكل أخيراً سأعود إلى العمل نعم، وحان الوقت لأقوم بأعمالي البسيطة النجدة، لقد علقت محسن شخص آخر في ورطة النجدة، أمي، لا أستطيع تحريك قدمي أبداً عجباً، ماذا فعلت الآن؟ هذا الأسمنت سريع الجفاف، يحتاج إلى دقائق ليجف لا تقرق يا محسن، سوف أخرجك محسن، غانم، متى ستصبح مهذباً؟ آسف أمي أوه، لا أطلب إلا السكينة والهدوء هذا صوت إنذار حريق وذاك دخان ناجم عن حريق مججري، سأتصل بفرقة الإدفاع توقفي، ليلى، يجب أن لا تدخلي مبنى يحترق أبداً سأذهب إلى البيت، وسوف أتصل بهم من هناك هذا سيستغرق وقتاً، سأذهب وأحضر المساعدة بسرعة سامي مرحباً أيها الإطفاع سامي، كنت فقط آسف يا فارس، حالة طارئة، سأعيد هناك رائع أنا لا أفهم، ظلنت أننا لن نتوقف عن العمل اليوم هذه ليست طريقة اللائقة، ينطي بها رجل الإطفاع عطلتها لا وقت للشرح يا سيدي، هناك حريق في متجر ليلى حريق؟ وأخيراً بدأ العمل اتظروا، مهلاً، لم يقرع الجرس آه، سأجرب ركوب دوح التسلج آه، حمداً لله أنك عدت سامي مذهل، انظروا إلى كل ذلك الدخان رائحة طلعتك رائحة المروج أيمن، تقصع الكهرباء عن المتجر حسناً سامي من المؤسف أن رائحة الحرائق ليست منعشة كهذا الحريق شكراً لكم أمضيت وقتاً في التخطيط له ويشرفني القول أبي، أبي، كومة الأسميدة لا تقاطعيني فاتن، يشرفني القول إن كل عمل الجاد هو أبي، أظر إذا أضح فرق آه، أنا لا أفتق هذا آه، اتصلوا بالإطفاء يا سامي آه، الأسميدة تحترق في منزل فتحي؟ ليس هناك أحد إلا أنا وأنت، الآخران ذهبا إلى عرض الورود نحن ذاهبان إلى هناك أيضاً هيا تراجعوا جميعاً، اتركوا الأمرة للمخترفين، سامي وأماني ب طريقهما إلينا اتفاق من المان شكراً جزيلاً لكم يا سامي وأماني لم أكن أعلم أن كومة الأسمدة ستكون خطرة لهذا نصحت فتحي بتقليبها دائماً حتى تبرد فتحي؟ نعم صحيح فاتن ظلت تذكرني ولم أستمع كنت أظن أني أعرف ما أفعله للأسف لكن كيف بدأ الحريق واحدة؟ عندما أخرج فتح الكوسة خلف فجوة الأسمدة كانت حارة جداً أصلاً وعندما دخل الهواء الفجوة تسبب بالحريق أعتذر من الجميع أردت لهذا العرض أن يكون ناجحاً والآن أفسدت كل شيء لا أبي لم تفعل آه ابنبي من فهد إلى الإطفائي سامي هل تسمعني؟ أسمعك بوضوح يا فهد حددت موقع الحافلة إنها عند المعبر يبدو أن تامر انحرف عن الطريق وعلق المكان موحل جداً هناك شكراً يا فهد نحن في طريقنا آمل أن يكون الجميع في الحافلة يمكن للمرء أن يضيع بسهولة نعم لا يمكن أن أجول هناك أبداً في النهار فكيف في الليل؟ أسمع صوتاً من وحية فهد هنا أنا هنا أرجوك لا يعلم بأنني تو محسن؟ هل تحاول وخافتي؟ وصل سامي نستطيع العرضة إلى الماكد أنا جاهل هل الجميع بخير؟ سامي الآن فقط أشعر بالإتمانات حسناً سوف نعيدكم إلى الطريق أين تامي؟ يطلب المساعدة يا لشجاعته ترك الحافلة؟ سأقوم بالاتصال به لا توجد تغطية قد يكون في أي مكان أيمن أربط حبل القطر بالحافلة وسأتصل بفهد حاضر سامي فهد أنا سامي السيد تامر في مكان ما سنحتاج إلى مساعدتك في إيجاده لا تقلق سامي أحتاجه إلى شخص آخر معي لا تقلق اعتمد علي أحسناً سامي جاهزون لا تقلق لا تقلق لدينا سائر لدي كلب كلب كبير أترى محسن وفاة لم يبقيا هنا لكننا سنبقى لن أتقدم خطوة حسناً لنرتح هنا قليلاً ظننت أنكم متقدمون علينا وكذلك نحن لأن هناك لافتات قابتنا إلى الاتجاه الخاطئ غريب وصلنا إلى هنا دون مشاكل آسفة سامي سنكون في المركز الأخير السباق لم ينتهي بعد يا ليلى ومن يعلم ماذا سيحدث؟ لا أستطيع المشي كما يجب علينا أن نعود ماذا؟ ونحسر أخبرك كيافات أريد اسمي فوق تلك الكأسة ما الأمر؟ قدمي أنا أتألم لا أستطيع فك الحبل علينا أن نصرخ ليساعدونا أن نجده أن نجده أن نجده أن نجده إنه صوت ولدي محسن أن نجده الصوت قادم من هناك ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير آه حسن هل أنت بخير؟ آه قصدت في قدمي وهي تؤلمني هل أضعت ما الطريق؟ هذا ليس صحيحا تماما حسنا إن لم تضيع محسن غانم كنت تغش كنت تغش صحيح؟ أجل أجل يا أمي آه لا أستطيع فك هذا وليس معنا أي هاتف يا ليلة يجب أن نعود جريا آه سيستغرق هذا أسبوع كثيرا ليس وأنا في هذا المزاج السيء هيا سامي ستجد الكثير في متجر الصغير ستجد الكثير في متجر الصغير ستجد الكثير في متجر الصغير قبية قشاش المفروض أن يصلوا أن نراهم هنا قريبا إنهما حيما وفتح شديدهما وشرفا صار وفارس ماذا؟ سامي وليلا إنما كنت أخطيان فهم متقاربون جدا سأنتهي سمعوا بالتعادل ما أهلا لا 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 أصدق سامي وليلا ألد سباك السيخان الثلاث يلروا أطلق النجاح يلروا من سباك الجميل أحسنتما أحسنتما اقبلا هذا الكأس مني يمكن للكأس أن تنتظر يا سيدي لدينا حالة طارئة في المستنقع ماذا؟ محسن لواء كاحلة سأجعل فهد يقابلكما هناك حسنا يا محسن ستذهب معنا في جولة قصيرة شكرا سامي لست متأكدا من أني أستطيع فعل هذا سيد أيمان أرى أنك تنفذ التدريب اليوم أحسنت لكنني لا تقلق يا أيمان ستكون بخير نعم ما عليك إلا أن ترفع إبهامك مشيرا إلى فهد وستنطلق عندها ماذا؟ هكذا؟ كنت أجرم فقط ألا تستطيع أن تجعلها أكثر إثارة بدأت أصاب بالدوار أحب أن أجعلها تطير هكذا من كارك أن تنفذ بعض الحركات البهلوانية دعني أرك توقف راقد هذا ماذا فعلت الآن؟ ما كان يجب أن يحدث هذا هذا صحيح وطائرة المحطمة؟ لا مشكلة نستطيع الصعود وإحضارها لا يا محسن فالأخصان مرتفعة كثيرا ليس إن استخدمنا تلك الأخشاب إن كومت هذه الجذوعة فوق بعضها فإننا نستطيع استخدامها للوصول إلى الغصن المنخفض هل هذا آمن؟ بالتأكيد وكيف لنا أن ننزل طائرتك بغير هذه الطريقة؟ إنها ليست ثابتة تماماً سأصعد وأساعدك المكان مرتفع جداً أبعد يديك عن عينيك يا أيمان فأنت تبدو مضحكاً جداً لا أريد أن أنزل النجدة النجدة نجد ومن هذا الصراخ ففهد ليس في مركز الإنقاذ أستطيع أن أرى من روحيته في قسم الأدفاعي هناك أعلم عرفت خطرت لي فكرة لا يا محسن سئمت من أفكارك الرائعة لذا سأنفذ فكرتي أنا هذه المرة أسرع إذن فيداية ألمانني كثيراً سأرسل رسالة استغاثة إلى مدينة الأحلام بطائرتي هذه لا يسمح لك بجعل الطائرة تطير في مدينة الأحلام لكنها حالة طارئة وضرورية يا محسن النجدة أنزلوني أماني لا أريد أماني المسكينة هل أنت بخير أماني؟ أنا بخير مجرد عطاس آسفة أيها القد شكراً شكراً لا مشكلة تبدين متعبة جداً أماني اذهبي وارتاحي إنها عطلة سامي ويحتاجون إلي في القسم إنه مجرد عطاس بسيط هيا يا أيمن هيا لنعد انتهت الأزمة الآن من يريد صيد السمك معي؟ أنا يا أبي نعم أرجوك مهلاً علينا التخلص من هذه النفايات بشكل مناسب ها هي شكراً هل الجميع مستعد؟ ما ذاك الدخان يا أبي؟ هل تأكدت من أنك أطفقت الفحم جيداً يا عزيزي؟ سلة مهملات احترقت في مطعم السمكة الذهبية حالة طريقة أخرى من المؤسف أنني في عطلة ولكن يجب أن أنهي هذا الحفر نعتذر عن طلبكم ثانية لا مشكلة توجد صينية شواء هنا لكني سكبت دلوى ماء فوقها لأطفئها من الأفضل دائماً أن تتحقق من إطفائها على سبيل الإحتياط أيمن حالما تعود إلى قسم الإطفاء قدم لأمان العسيرة الساخنة بالعسل لو سمحت فكرة جيدة سميحة البحر خان يا أبي لم نصطد سمكة واحدة حتى دعونا نغير المكان هاي لقد صطدت شيئاً يبدو أنه صيد كبير لنسحب معاً هيا مظلة؟ أليس هناك مظلة عندما يهبط؟ لا محصن خانم إنه يتجه إلى الشارع الرئيسي بسرعة يرفض الجديد سميحة أطمو بالمساعدة سأتصل بالإطفائي سامي صاروخ خارج عن السيطرة يتجه إلى الشارع الرئيسي أجيب يا سامي هناك صاروخ يتجه إلى الشارع الرئيسي هذا ليس تدريباً لا تطلق الصاروخ قبل أن نعود يا فتحي من الجيد أننا تدربنا على هذا صحيح؟ نعم لكن من أين جاء هذا الصاروخ الثاني سامي؟ من الفضاء الخارجي؟ هذا الصاروخ يحمل اسم محسم غانم عليه أوه لا ما تجري ما حسن رأيت ماذا فعلت يا للعجب ما هذا؟ أيمن جهز خراطيم الماء أماني أبعد الجميع حسناً سامي ليتراجع الجميع لطفاً فقد يكون الصاروخ خطيراً آه هذا هو صاروخك إذن يا محسن؟ لا نعم كانت مجرد حادثة حسناً لكن علي أن أعلم كيف صنعت صاروخك هل هو مصنوع من موادك خطيرة؟ لا أذكر أبداً لم أنجز إلا ما كتب هنا وأضفت المزيد من كل شيء أمتأكد من أنك لم تضع شيئاً آخر فيه؟ وضعت تلك المواد فقط الكثير منها إنه مجرد صاروخ بسيط كل ما في الأمر أنه كبير أعتقد أن كل شيء سيكون بخير أنا آسف ظننت أنني أستطيع صنع صاروخ رائع كصاروخ فتحي فتحي أمضى سنوات يتعلم كل شيء عن الصواريخ وكيفية صنعها ليس شيء أن تتعلمه في يوم واحد أعرف يا سامي وقد أفسدت الآن إطلاق صاروخ فتحي أيضاً ليس تماماً عندما نتأكد من سلامة المتجر سيكون هناك وقت لنتجه إلى الجرف أشكركم على حضوركم لرؤية صاروخي وأشكر فرقة الإطفاء على وجودها هنا وحرصها على سلامة الجميع في مدينة الأحلام العفو لذا كل ما تبقى لي لأقوله خمسة أربعة ثلاثة إثنان واحد انتبه آه كنت أذهسهما أتسأل إن كانت الحالة الطارئة متصلة بهذين الخارفين ألديك فكرة عن مكان فات ومحسن؟ قالت فات إنه ما في الحقول شمشون يريد مننا أن نتبعه سأخذ سيارة الإصعاب ربما تأذيها أه تلك شاحنة فتحي أحسنت سنعني أسمشو لقد فعلتها فتحي هل أنت بخير؟ أنا بخير هنا لا أستطيع الخروج فقط باب مقعد الراكب عالق أوه فتحي حسنا تراجعوا جميعا إلى الخلق أماني مدي خرطوم الماء حول مقدمة الشاحنة في حال احترق شيء سنضطر لخلع الباب لمحررك يا فتحي أماني أحضر أداة الخلع كيف حدث هذا؟ هنا لابد أن السبب هو خروفان هاربان نعم كنت أحاول جمعهما في حذرتهما بشمشوم صحيح؟ أخبرتك أنه ليس كالبراعي أعلم هيا فتحي آطني يدك شكرا سامي يا للهول ليتني أستطيع جعل الأمور أفضل سأتصل بقسم الإطفاء لأحذرهم بشأن الخروفين ماذا؟ الآن أنباء جيدة السيد فتحي كان في ورطة وهو بأمان الآن شمشوم أحسن صنعا إنه بطل قال سامي شيئا عن خروفين هاربين سيدي الفواق لقد انتهى قال فتحي يعالج بالقوف محسن غانم علقة في البئر؟ حسنا هناك صبيون في البئر المجاور لطريق الوادي بسرعة يا سامي ربما ينقصه الطعام لن نستخدم السلمة للمزول إلى البئر لا يزال في أعلى برج التدريب وإحضاره سيستغرق وقتا إذن عليك الإنزلاق لأسفل البئر يا سامي حظا طيبا خذ يا محسن كي تحافظ على قوتك آه شكرا يا أمي بكادوا خصلوا يا أماني إنه سامي ولقد جاء أخرج يا سامي قل إنك ستفعل بالطبع سأفعل يا ليلى حسنا يا أماني أربط الحبلة إلى تلك اللافتة وأنا سأتفقد محسن حسنا يا محسن اهدأ سأنزلق إلى أسفل البئر حتى أخرجك حسنا يا سامي كن حذرا سامي أوه أليس شجاعة أوه 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 لقد أوقعت كل نقودي لا تباري بذلك يا محسن محسن ما الذي أنزلك إلى البئر آسف يا أمي لم أستطع الانتظار حتى يوم ميلادي لأشتري لوحة زلج سمعت أن البئر مليئة بالنقود ففكرت في استخدامها للشراء واحد أوه أنت عديم الصبر يا محسن غانم أعلم آسف كل ما في الأمر أنني أحببت لوحة زلجي ولهذا اشتريت لك هذا آه شكرا يا تامير ولكن محسن هناك شرط واحد اللعب ممنوع وخصوصا التزلج داخل متجار أمك لن أفعل أعداك يمكنك فعل ذلك يا أيمن هيا تشجع أنا أتعلق وأمثر إلى الأرض سأهبط بالطول وبالأرض أورورورورور weird أهبط الشرط أحسن في صنعا يا أيمن بقي شخص واحد عليه الإنزلق كلب ينزليق هذا لا يصدق ليس شمشوم، وإنما أن أه абلا أنا؟ في الأعلى لقد قلت إن هذا جوهري لرجل الإطفاء العصري ولكن الفتاة قادتنا إلى الاتجاه الخاطئ غريب وصلنا إلى هنا دون مشاكل أوه آسفة سامي سنكون في المركز الأخير السباق لم ينتهي بعد يا ليلى ومن يعلم ماذا سيحدث لا أستطيع المشي كما يجب علينا أن نعود ماذا ونخسر أخبرت كيافات أريد اسمي فوق تلك الكأسة ما الأمر؟ قدمي أنا أتألم لا أستطيع فك الحبل علينا أن نصرخ ليساعدونا أتشده 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 إنه صوت ولدي محسن أتشده الصوت قادم من هناك ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير محسن هل أنت بخير؟ أصدت في قدمي وهي تؤلمني هل أضعت ما الطريق؟ هذا ليس صحيحا تماما حسنا إن لم تضيع محسن غانم كنت تغش كنت تغش صحيح؟ أجل أجل يا أمي لا أستطيع فك هذا وليس معنا أي هاتف يا ليلة يجب أن نعود جريا سيستغرق هذا أسبوع كثيرا ليس وأنا في هذا المزاج السيء هيا سامي ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير قشاش المفروض أن يسلوا أن نراهم هنا قريبا إنهما أيمن وفد في شديدهما وشرفا سارا وفارس ماذا؟ سامي وليلا؟ إنما كنهم يرفعون متقاربون جدا سيتهي سمعوا بالتعادل ما لن؟ لا 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 أصدق سامي وليلا ألد سباك السيخان الثلاث يلا الروع لقى المجاح يلا هم السباك الجميل أحسنتما أحسنتما اقبلا هذا الكأس مني يمكن للكأس أن تنتظر يا سيدي لدينا حالة طارئة في المستنقع ماذا؟ محسن لواء كاحلة سأجعل فهد يقابلكما هناك حسنا يا محسن ستذهب معنا في جولة قصيرة شكرا يا سامي هذا ليس عدلا محسن يغش ومع ذلك يركب مروحية رائعة مهلا اركبي يا فاتن هاي آه رائع كنت محقا يا محسن قلت يا محسن؟ لكني أسمع صوت ليلا محسن النجدة ولدي اختفى أتعتقدين أنه ذهب ليبحث عن وديه؟ أوه محسن يحبه لا تخافي ليلا أوه أنا متأكد من أن أيمن وأماني سوف يجدانه وسأبقى ليسليكي أوه شكرا يا تامر لكن محسن يحتاج إلي سأأتي معكما حسنا ليلا لكن يجب أن ترتدي سترة النجاح من أماني إلى سامي أحتاج إلى مساعدتك لأن محسن غانم وسط الفيضان أعتقد أنه قرب الحقول حسنا سأبقى هنا إذن استمر في البحث عن مشمش لو سمحت سأفعل يا سميحة أجل سأفعل حسنا الجميع على القارب أفسح مكانا يا مشمش سأخذك قريبا إلى مكان آمن والآن لا تتحرك من مكانك أه 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 النجدة النجدة أه وديع عاد سقط صمياً عن القارب هل نمسح هذه المنطقة ثانية سامي؟ لا داعي انظر إلى الأسفل هناك من سامي إلى أماني محسن في الحقل الكبير إنه في الماء أسرع قدر الإمكان شكراً سامي أمي 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 أوه يا كنزي الغارق أمسكت بك محسن أين وديع؟ أوه ها هو كان عليك أن تبقى في الداخل وأن لا تخرج أبداً فالفيضان أمر خاطر جداً يا فتاة آسف يا رئيس قسم الإطفاء سليم نعم ولكنك كنت جريئاً جداً عندما أنقذت مشمش والخروفين نعم هذا صحيح أليس كذلك مشمش؟ حتى لو اضطررنا لإنقاذك في النهاية هل عثر أحد ما على قارب الصيد؟ لا ولكن بما أن المدن حسر نستطيع البحث عنه نعم ويستطيع الجميع أن يعودوا إلى بيوتهم أو حقولهم في الحال ماذا؟ انظر هناك نعم أفضل من البقاء عليقين خلف شريط على بعد أميال من الإثارة إنها حالة طارية حريق مشتعل في كل مكان لكن أتخافوا ها قد جاء كل من ساني وأماني وأيمن إلى الإنقاذ هذا مذهل ومثير تحرك يا فارس لنقترب أكثر أسقط لا أستطيع التحرك سيحتاجون إلى مساعدة جوية آه إنه فهد في مروحيته آه لا 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 أمسكت بك يا فارس النجدة 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 أنظر سيدي حالة طارية صبياني عليقاني على السق يبدو أنه ما في ورطة أيمن يجب أن نستخدم سلم جوبيتر أوه إنه ولدي محص وولدي فارس حسناً سنعيدكما إلى حيث يجب أن تكون سيدتي وسادتي وهو محص الغانم ينزل من مروحيتنا مكللاً بالخزي أوه ماذا كنت تفعل هناك تكلم يا فارس آسف كانت فكرتي فقد ظننت أننا سنرى عملية الإنقاذ رؤية أفضل من هناك أنت من أصبح موضوع عملية الإنقاذ الآن فهمت السبب الذي يجعلنا نضع السلامة أولاً هو أن قسم الإطفاء مكان خطر للصبية أحسنت يا سيدي يومك المفتوح حقق النجاح الكبير نعم لقد شوها شمشون فردة الحذاء حقاً أتسأل لمن هي إنها فردة حذائك سيدي حذائي استقدمتم حذائي لكن كيف سيد أيمن حسناً أماني عليك الصراخ بصوت أعلى بقليل النجدة النجدة ليساعدني أحد كل ما علي فعله هو الضغط على هذا الزر هيا يا فاتن افعليها لا لا تستطيعين فعلها أنت خائفة النجدة ليس لأنني لا أستطيع أن أطلقها محسن بل لأنني لا أريد يعني أنني لا أبالي إن كنت تظنني ضعيفة النجدة اسمك هناك من يصرخ النجدة لقد عليك السنف قادم من الجرب هيا بنا النجدة النجدة انتها أماني حمناً لله أنكم هنا لقد عليكم على أحدنا أن يطلب المساعدة انتظري لحظة ماذا تحملين بيدك؟ عصى استغاثة ماذا؟ يجب أن لا تلعب بها لقد وجدناها وكنت سأعطيها للإطلاق سامي أحسنتي ولكني بحاجة إليها الآن ثاتن أيمكنك رميها إلي أنا؟ حسناً رمية رائعة يا فاتن واو عجباً ما هذا؟ أين ذهبت العصى؟ الاستغاثة؟ لقد انطلقت من الجرف، سأتصل بالإطفاء سامي أه؟ نور استغاثة انطلق من الجرف؟ موسيقى 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 رأى فاتن استغاثة يا سامي لا بد أن أحداً ما في ورطة سيقابلك فاتنك بالمروحية موسيقى 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 لا لا لقد علقت النجدة هيا اسحباني ساعداني هيا بالسرعة المشكلة في أذني إنهما أكبر من أذني هذا سخيف نحتاج إلى المساعدة كان يوما سيئا من الصبح حتى الغروب قطعت المشد فقط القط ثم أصبت بالكسور ماذا؟ رأس رئيس قسم الإطفاء علق بين قطبان السياج سامي وأماني لم يعودا وأنا الوحيد هنا لا أستطيع فعل شيء أو ربما أستطيع هناك شخص في ورطة يجب أن أفعل شيئا نينا 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 ن أنا مستعد وقوي لا مشكلة سأخرجكما تامر أحضر لي جهاز الخالع إنه في مؤخرة السيارة على الفور النساء والأطفال أول أدنه أوه ولدي الحبيب أنت بأمان أريد منك الآن أن تحررني من أمي أحسنت أيماً ولكن لنبقي الأمر سراً بيننا من فضلك حاضر يا رئيس قسم الإطفاء هل كل شيء بخير؟ نعم كل شيء بخير والفضل لأيمان إنه باطل يا سامي يا له من رجل إطفاء الإطفاء أي أيماً دائماً مستعد وقوي يا سامي حتى بصاق مكسورة وكيف سأنزل إذن الآن؟ سأخبر أمي أن تطلب المساعدة أوه شادي حمداً لله أوه ظلنت أنني لن أرى اليابسة مجدداً انتبه شوف تستطيع بنا أوه لا عجلة القيادة تحتمر لا أستطيع التحكم العجلة لن تعمل شادي ماذا عن دفتك تلك؟ أوه لا لا تزال هناك على الشاطئ كلنا ننجرف في البحر أوه لا أحتمل هذا مطلقاً هناك حل واحد فقط سأتصل بالإطفائي سامي مشكلة في البحر؟ أه؟ رسالة أخرى؟ يا للهول، لماذا كل هذا؟ محسن وليلى وشادي ينجرفون في الخليج أه انتظراً، ورئيس قسم الإطفاء عالق فوق منزل فتحي عجباً، أنت سأل وإن كان سيقلع بطائرته؟ أنا وأماني سنأخذ فينس وننقذ من في البحر أيمن خذ جوبيتر واذهب إلى منزل فتحي حاضر سامي أستطيع رؤيتهم، هيا بنا أنا الزهر أخيراً، إنهما أماني وسامي سأتولى أمر الزورق يا أماني وأنا سوف أسحب قارب شادي محسن، ارمني حبلاً وسأربط الزورق بقارب شادي حسناً يا سامي، وأنا سأربط قاربك بقاربي سنكون عند الشاطئ قريباً أنا في شوق لأضع قدمي فوق اليابسة لا تقلق سيدي، سوف أمزلك بسرعة لا لدى سوف أثبتها سيدي، هل أنت بخير؟ طبعاً أنا بخير، أنا بخير مجرد روتين يومي، أختبر الطائرة الورقية أتريد مني أن أخذ هذه إلى ابني أخيك؟ بتأكيد لا إنها، إنها لي لا شيء يدعو إلا الخجل يا سيدي ماذا؟ شواء تامر أشعر ناراً في شجرة في الغابة؟ حريقٌ في منطقة التنزه، أرجو أن تكونوا جميعاً قد اتبعتم لدرسي هذا الصباح حسناً يا عيمن، يبدو أنك ستأكل السجقة في وقتٍ أبكر مما ظننت أمل أن يكون قد تبقى منه شاك سنحتاج إلى خرطومي ماء لإطفاء هذا الحريق؟ حسناً سامي والآن يا عيمن، افتح الماء سامي انظر، هناك واحدة من قوارين الغاز قد تتكلف في أي لحظة أحسنت لأنك رأيتها، هيا أبقل جميع بعيداً بينما نسيطر على الحريق يا أيمن حاضر سامي، هيا تراجعوا جميعاً من هنا أماني، استمري في رش الماء على عبوة الغاز لتكتيها باردة، بينما أطفئ ما تبقى من الحريق لا تقلق سامي، استمري انتهيت، انطفأ الحريق هل نستطيع أن نذهب لنرى إن كان قد تبقى أي سجق أو قريدس أيها الإطفاء سامي؟ آسف يا محسن، فعبوات الغاز يمكن أن تظل حامية لمدة طويلة، ولن يكون الاقتراب من هناك آمناً علي فقط أن أخذ ما تبقى من سجقي، سأخذ ما تبقى من القريدس لكني أشعر بالجوع الشديد، حتى إنني لم أشم رائحة ذلك السجق أو القريدس ربما تقيم الشواء بعيداً عن الأشجار في المرة القادمة، وربما تقلل من كمية الفحم تلك أنت محق يا سامي إنها غلطتي أيضاً يا تامر، فقد كنت أتباهى قليلاً الآن لا أحد يستطيع تناول سجقي، ولا حتى القريدس مهلاً، برميل الزيت جعلني أفكر في شيء ما مش مش محاصر في قبو مليء بالماء، وفتحي معه هناك أيضاً؟ أخرجني من هنا، وسنذهب لإنقاذه على الفوض يبدو أن القفلة تعطل أماني محطة، لا أستطيع تحريكه أيضاً، لكني سأستخدم الفأس لا 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 تقلقوا علي، اذهبوا وأنقذوا فتحي، سلامة الناس أولاً هيا تعرخوا بسرعة إن كنت متأكداً يا سيدي، فهيا إذن، لنذهب أمنوا أفلقي آمل أن يكون فتحي بخير، أحتاج إليه لكي يغني معي لا تقلق يا أيمن، أنا متأكد أنه سيكون بخير اتبعاني حسن، إنه في الداخل، صحيح؟ فتحي، أريد منك أن تتراجع إلى الخلف أنت ومشمش، لأنني سأحطم الباب بفأسي فهمت يا سامي اقفز هنا يا مشمش، لكي تبقى جافاً يجب أن نغلق صنبور الماء أو نجهز المطقة أولاً كل شيء في وقته، أول شيء هو ضمان سلامة فتحي ومشمش فتحي، هل أنت بعيد عن الباب الآن؟ أجل سامي أمسك ذراعي يا فتحي أحسنت سامي، أوه مشمش، أنت بأمان بقيت هادئاً تماماً وفعلت كل شيء على حدة ليتني فعلت ذلك، ما كنت تورط في هذه الفوضى لا تقلق، على الأقل أنت بأمان نعم، شكراً جزيلاً لك يا سامي هيا فتحي، لنذهب ونغني أغنيتنا مهلاً يا أيمن، كل شيء في وقته، أليس كذلك؟ نعم، كان لي أن أغلق مفتاح الماء الرئيسي أيمن سيساعدني لإحضار المدخة ودخ الماء إلى الخارج وأنا سأذهب لإخراج السيدة العجوز من الخزانة وبعدها سنلتقي عند رصيف الميناء لنستمع إلى أغنية أيمن وفتحي مرحباً يا فهد حسناً؟ تظاهر بأنك تطفئ حريقاً كبيراً أعني حريقاً كبيراً جداً حسناً هكذا هل يمكن أن تظهر الحماسة أكثر؟ أخرجوا حريق هيا أخرجوا هذه هي ما رأيك باستخدام فأس الحريق؟ سأنزرق على العبود إذا شئت فكرة ممتازة ورائعة لا بأس ستعود إلى مكانك الأساسي حان الوقت يا فاتن مرحباً 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 فهد، أطلق الحبل الآن ودعنا أيها الحد الصغير شكراً يا فهد أتظن أنه سيكون بخير؟ سيكون بخير قد أصبح في مكانه الصغير إلى اللقاء، وشكراً لا مشكلة يا فاتن حسناً يا فاتن، لنعود إلى منزلي لنرى من إصطاد مخلوقات أكثر من البرك الصخرية وكأننا لا نعرف سلفاً ماذا تريدين أن تفعلي؟ لا تستطيع الكلام يا فاتن وما أدرك بذلك؟ هيا، ذهبي، أضي إلى منزليك الماء يبدو هادئاً ولكن من السهل الإنجراف عميقاً في البحر لم نكن حذرين سأتصل بالإطفائي سامي أحسنت يا مش مش ودعاً يا شطيرتي آه، فارس ومحسنت أهاني في البحر؟ بلغنا أن صبيين مفقودان في البحر يبدو أنه عمل المروحيات من المستحسن أن يخرج فات في مروحيته حالاً يا سيدي دعي الأمر لي ساميم يمكنك القدوم يا مش مش لابد أن سميحة تتساءل عن مكانك الآن أنا القبطان وقراري أن نجدف نحو الشاطئ لكننا لا نعلم أين هو الشاطئ ربما أبحرنا بعيداً عن اليابسة أه، آه، آه، آي أوه، آمل أن يكون بخير إن كان في البحر سيجدهما سامي آه، آه، رجعاً ليس لدينا طعام ولا ماء ماذا سنفعل بهذه الورطة يا فارس؟ رجاءً اهدأ يا محسن لابد أنهم يبحثون عننا لكن المحيط مكان كبير جداً وسنكون أشبه بإبرة في كومة قش كبيرة ها؟ هاي؟ 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 أخبار رائعة سامي لقد رأيتهما لا أعرف كيف وصلا إلى هنا سننضم إليك قريباً شكراً يا فهد انتهى أنا آسف يا سامي نملى في القارب مذهل رائع رائع للتزحلق هههه أرايتم؟ أخبرتكم أن هذا سيكون ممتعاً سامي أعده في وقت سابق حتى يسليكم سأكون الأولى أريد أن أكون الأول رجاءً اسمح لي أنا أنا الحقيقة سامي كان ليرينا كيف نفعل ذلك أولاً لو كان هنا حقاً؟ بالتأكيد قائد الروادي الجيد ينطلق أولاً دائماً أنت لست حائفاً أليس كذلك؟ إن كنت حائفاً فأنا أستطيع أن أكون الأول وأكون القائد لا محسن سأفعل ذلك إهدأ يا تامر أنت لا تخاف المرتفعات يمكنك فعل هذا يا فتى يجب أن لا أخذي للأطفال فقط صل سلك الأمان أسناً؟ ها أنا ذاً واحد اثنان ثلاثة النجدة لقد علقت أنزلوني هذه فعلتك وغلطتك أنت يا محسن سأهرأ إلى مركز الإنقاذ الجبلي وأخبر عفاة وهو سيتصل بالإطفاء يا سامي تمسك يا تامر سأحضر لك المساعدة فهد فهد من الأفضل أن أحاول الاتصال وطلب المساعدة مرحبا مرحبا الإطفاء يوسامي من هذا؟ أنا محسن غانم محسن غانم؟ ماذا فعلت الآن يا صغير؟ تامر في ورطة كبيرة في مركز الإنقاذ الجبلي هنا ماذا؟ تامر في ورطة؟ حسنا نحن قادمون لا أستطيع التمسك أكثر لقد اتصلت بالإطفاء يوسامي وهو قادم حسنا يا تامر أفتت يديك وسيكون هبوطك آمنا مدهش كان ذلك مدهشا جدا هل أنت بخير يا تامر؟ أظن ذلك شقلبة ثلاثية رائعة ما أروع فعل ذلك ألم يكن تامر لامعا؟ ما رأيك بهذا يا محسن؟ أنا آسف لأنني شككت فيك يا تامر أردت فقط أن أكون قائدة هذه الرحلة ستاكوة موسيقى 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 شكرا